اي ما يممت وجهك شطر بلدة او مدينة في رف حلب الا وتجد المداخل والمخارج فيها مضبوطة بالحواجز ونقاط تفتيش نقاط يسعى القائمون عليها الى تولي دور الشرطة بعد غيابها في حماية مناطقهم واشاعة جو من الامان لعابر السبيل فالحرب بطبيعتها تفرز حالات من الانفلات الامني يؤثر على تحركات الناس لبلوغ مقاصدهم جيش الحرب بأمن المرة بامان وسلام وهنا نفس الوقت اللي بأمن انه ما يصير حواجز للتشليح والقطعين الطرق والامورها يتنوب اهل كل منطقة على حواجزها المنصوبة في حالة من الاستعداد الدائم فهم يعتبرون ان ما يقومون به يمثل صمام الامان لاراضيهم ودليلا في ارشاد المسافرين الى الطرق الامنة نحن وقفنا هون حاجز لامن الضيعة والرجل الغريب اللي قاته من برى الضيعة بيتجاهه على غير ضيعة بسألنا انه المنطقة محررة او لا محررة نحن نوجهه على طريق يكون ما في جيش ما في امن وتأكد من الهويات اذا رجل جاي من طرف اي نظام او يكون مبعوط جاسوس هنا تم تأسيس مركز صغير للشرطة يديره منشقون عنها يتم فيه استقبال البلاغات والشكاوى لتحويلها الى المحكمة اشتركوا في القناة